أنواع المايكات وشن هو المايك المناسب إليك خليكم إيانا سلام عليكم أصدقائي وياكم أخوكم أحسين من قناة تيك فون أهوائي منكم عبالهم أن المايكات هي نوع واحد لكن لما يروح ويريد يشتري يلاحظ أن هناك أهوائي أنواع من المايكات هناك هذا النوع من المايكات وأيضا هذا النوع اللي هو النيك مايك رح نتكلم عنه وأيضا هناك هذا النوع اللي هو الكندنسر مايك فاليوم بهذا الفيديو رح نشرح لكم عن كل شي خص المايكات شنو هذا المايك وشنو هذا المايك وأيضا شنو هذا المايك وكنا نوع ثانية نوعين تقريبا ما يقدر توفرين عندي فإن شاء الله اليوم رح نتكلم عن كل هاي المايكات شنو فوائدهن وشنو إستخدام كل واحد من عيدين وأيضا شنو هو أغلى مايك بياناتهن وياهو أفضل مايك بياناتهن خليكم هنا طبعاً أول شيه تابعت شيء اسمه أفضل مايك يعني لن يوجد فيه في أنه أفضل ليش لهني كلما يبيه استخداماته هذا المايك لاستخدامه وهذا المايك لاستخدامه أيضاً كلما هو مzzo مستخدامه سنشرح هذا الشيخ حLink من نهاية الفيديو حتى تفهمون كل شيء يخص هية المايك طبعاً أول مايك وأشهر مايك هو هذا المايك اللي هو النÉك مايك هذا المايك يتميز أنه مثلما ينراه كله صغير و طويل و في حدود 5 متائه وتقدر تخفيه داخل الملابس وتقدر أيضا عن طريق القراسة اللي موجودة هنا تعلقه هنا بالملابس من مميزات هذا المايك مثل ما ذكرنا حجمه وخفيته أنه أنت تقدر تخليه بجيبك تسافر بي إذا عندك مؤتمر وكل التفاصيل وأيضا من مميزاته هو سعره يعني هذا المايك هاي النسخة اللي يعدي اللي هي البويا أموان هذا المايك سعره 20 دولار ما يعادل 25 الف تقريبا فأي واحد يريد يبدي باليوتيوب أكيدا صاحب هذا المايك لأنني بدايات استعملت هذا المايك وكل اليوتيوبر استقريبا استعملوا هذا المايك لأنه هو مناسب وسعره أيضا مناسب والجودة ماتة مقابل سعره تعتبر جيدة جدا وأكو طبعا أنواع أكثر من هذه المايكات وأسعار أغلى يعني يكونوا أنواع من نفس المايك اللي هو النك مايك أسعارها توصل للخمسمية والألف دولار حتى لكن عيوب هاي المايكات شنو من عيوب هاي المايكات أنه جودتها جيدة ما توصلت جيدة جدا يعني أرقى الأنواع بيها ما تطيق ذيك الجودة الجدا قوية مقابل سعرها يعني يكون مايكات أسعارها ستمية سبعمية دولار لكن تجيبها تقارنة بهذا المايك اللي هو سعره ميتين دولار تلقي هذا أفضل راح أقول لك ليش هذا أفضل لأن هذا مقابلك يعني أنت لو أنت تتكلم الصوت يروح مباشر هذا المايك يجي هنا فما راح يقدر يلتقط الهاي اند طبقات الهاي اند ولذلك تشوف أن الصوت واضح وعالي لكن ما بيتفاصيل قوية لأنه هنا مو مقابلك ولا مثل هذا اللي هو اهيتي لا اهيتي مننا فالصوت يطلع اهيتي هذا يلتقط اهيتي موجات صوت يعني مرتدة او اهيتي فلذلك ما راح يطيق ذيك الجودة القوية جدا يطيق جودة جيدة نعم بالبداية جدا ممتاز لكن بعدين لما نطور من قناتك او من اي شي كان شغلك بي لازم تطور المايك لأنه إذا تبقى على هذا المايك ما راح تطلع ذيك الجودة القوية بس خلصنا كل شي خص مايكات النيك مايك ننتقل للمايكات الثانية اللي هي الكوندنسر مايك مثل هذا المايك من مميزات هذه المايكات أنه هي الأكثر احترافية تقريبا يعني هاي النوع من المايكات يستعملوها بتسجيل الأغاني يستعملوها بتسجيل أي شي احترافي لأن فعلا هاي المايكات هي مايكات احترافية لكن بيها مميزات وبيها عيوب من مميزاتها مثل ما ذكرنا أنه هي الأكثر احترافية مميزاتها الثانية أنه بيها عدة مودات يعني هذا النوع من المايكات بس من نانة هو من وراة هذي مثل woabehood بذه المودات أقدر أخلي الثلاث مية وستين درجة ان من ج teng كانت في اجتماع فالثلاث مية وستين مسئلاتصوات من جميع الجهات اقدر أخلي مود مقابل يعني مود مقابل العفان يلتقط من عندي ومن الجهة المقابلي و أقدر أخلي مودي الوجه ستيريو أنه اذا ستكلم من هاي الجهة س코ت الصوت من اليمنا اذا لابسين سماعات اذا اتكلم من هاي الجهة رح يطلع الصوت من الجه اليسرى إذا لابسين سماعات يعني أكيد وبين مودة اللي هساني مستعمل اللي هو يلتقط الصوت من الجهة الأمامية ويعزل كل الصوت اللي بالخلف فهذا المايك والأكثر احترافية يعني هسا إذا أكو صوت بديتش الجهة ما رح يجيبه مهما كان عادي فراح يعزله تلقائيا هاي المايكات كليتها ما تسوي هذا الشي فمن الميزات هذا المايك هي احترافيته لكن أسعاره غالية يعني هذا المايك اللي أمامكم اللي هو البلويتي سعره بحدود حاليا لـ 200 أو 170 دولار وكمايكات من عنده توصل آلاف الدولارات وأرخص أنواع بيها اللي هي التقليد يعني أسعاره بحدود 50 أو 60 دولار لكن المايكات التقليد اللي مثل ما ذكرنا أسعارها بحدود 50 إلى 60 دولار ما رح تطيك جودة قوية فهذا المايك سعر مناسب إذا تحبون تشتروه وإيضا الجودة اللي يطيها هي الجودة اللي أمامكم جودة جدا ممتازة فإذا أنت مثلا عندك قناة على اليوتيوب أو ناو تبلش قناة أو عندك إمكانية قوية فانصحك أكيد بهذا المايك لأن مستقبلا إذا بلشت مثلا بقناتك مثل حالتي بلشت بمايك رخيص نوعا ما فرح تفطر أنه تطور مستقبلا لكن إذا اشتريتها من هسة فما رح تفطر أنه تطول وما رح تفطر أنه تطور وما رح تفطر أنه تطور مستقبلا طيب وصلنا العيوب هذا المايك واللي هي أكثر من المميزات شنو عيوبة؟ أولا حجمة يعني مايك شبر وشوية حجمة ومايك جدا كبير وأيضا وزنه جدا ثقيل يعني هذا المايك وزنه بحدود النص كيل العيب الثاني اللي بهاي المايكات طبعا نسيت أذكر شي خص النك مايك النك مايك يشتغل مثل ما تشوفون بحكمة أنه هو المنفذ ماته هو الأوكس اللي أغلبكم يعرفون لي هو منفذ 3.5 مم هذا المايك من مميزاته أنه هو يشتغل على الكاميرا يشتغل على اللابتوب على البي سي يشتغل على الهاتف أيضا فهذا المايك تقدر تشغله على أي جهاز يسجل صوت لكن هذا المايك لا هذا المايك من عيوبه أنه هو يخرج لك منفذ اليو اس بي منفذ اليو اس بي مثل ما نعرف الكاميرات أغلبها ما تدعمه أكو بعض الكاميرات تدعمه وأيضا الهواتف طبعا ما تدعم هذا الشي فتقريبا رح تثار أن يكون عندك بي سي حتى تقدر تشغل هذا المايك فمن عيوبه هذه فإذا أنت ما عندك بي سي ما رح تقدر تشغل هذا المايك أيضا العيب الثاني بهذا المايك هو كارت الصوت هذا المايك اللي عندي ما يحتاج كارت صوت يعني كارت الصوت من نوبي لكن أغلب المايكات الباقية الكوندنسر مايك اللي أكثر احترافية من هذا مثل مايك الرود NT1 هذا المايك يحتاج إلى يسموه اللي هو كارت الصوت الخارجي يكون شي تقريبا بهالحجم تربط به المايك ومن المايك أيضا تربطه بالحاسبة يعني يكون وسيط ما بين المايك وما بين الحاسبة فالأنواع الثاني اللي هي الكوندنسر مايك تحتاج كارت صوت فرح تفطر أن تجيب كارت صوت أيضا بدل ما بس المايك تحتاج مايك وكارت صوت وإضافة باور للكارت صوت فرح تصير عندك هوسة أي شيء فإذا تريد تأخذ كوندنسر مايك وبدون كل هالهوسة تقدر تأخذ مثل ما قلتك البلوية تيم هذا المايك من نوبيه هو الكارت الصوت يعني الكارت الصوت بداخله فما رح تحتاج أن تضيف كارت صوت لكن أغلب المايكات الباقية الكوندنسر مايك اللي أكثر احترافية تحتاج إلى كارت صوت لكن بصراحة هذا النوع من المايكات مع كل هاي العيوب اللي بي يستاهل أن تشتريه لأن الاحترافية اللي ينطيكيها بالصوت أنتوا حاليا ملا تلاحظون أن الصوت احترافي لكن لما أصير مقابلة رح يصير الصوت أكثر احترافية وتقدرون تشوفون هذا الشيء رح أخلي لكم بالبطاقة أو بالوصف رابط الفيديو مستعمل آني بالفويس أوفر اللي هو التسجيل يعني هو هذا المايك أصلا مخصص إليه هذا المايك مخصص إلى تسجيل الفويس أوفر اللي هو بهاي المسافة أن يكون مقابلك مسافة شبر رح يطيك أفضل صوت ممكن يطلع من هذا المايك وتقدرون تسمعون هذا الصوت بالوصف رح أخلي رابط الفيديو عن مستعملة فويس أوفر فروحوا وشوفوه وأهم شيء أن تلبسون سماعات حتى تلاحظون الفرق بالصوت وأيضا إذا توافقون ممكن أبقي المايك على هالوضعية يعني حتى أحصل أفضل صوت لكم طبعا فتحبون أن يكون المايك بهاي الوضعية مقابلي أو لا كتبولي بالتعليقات وصلنا للنوع الثالث من المايكات اللي هو هذا النوع اللي هو يسموه الشوتجين مايك هذا المايك يقعد طبعا فوق الكاميرا فوق الكاميرا كوفيد مكان يقعد به هذا المايك من خلال هذه السلايد هيته يقعد ويثبت تقفله وهذا أيضا يدخل بالكاميرا وممكن أيضا أن تشغل هذا المايك على اللابتوب أو ممكن حتى تشغله على الهاتف من مميزات هذا المايك أنه يشتغل على الهاتف واللابتوب وأيضا على الكاميرا هذا المايك مميزاته مثل ما ذكرنا هذه واحدة من مميزاته لكن طريقة عمل هذا المايك تختلف عن هذه المايكات بحيث هذا المايك يلتقط الصوت من الجهة المقابيل فقط يعني أنت هذا المايك يتخليه فوق الكاميرا يكون مقابلك أنت أنت لما تتكلم يلتقط الصوت فقط من هذا المكان خلينا أفتح لكم إياه مثل ما تشوفون هذا مننا ماكو مننا يلتقط الصوت فهذا يعني يكون موجه أكثر هذا النوع من المايكات يكون موجه أكثر لما تخليه يلتقط الصوت بالضبط المقابلة فهي واحدة من مميزاته طبعا مميزاته الثانية انه هو خفيف يعني جدا خفيف صغير ممكن تخليه بأي مكان واكو انواع ثانية من عنده هذا النوع اللي هو الرود اكو اكبر من عنده شوية واكو انواع ثانية اللي هي الاحترافية اعتقل من شركة اسمها سيمينز هذه المايكات تكون جدا صغيرة تكون تقريبا برفع عصبعك وهتطولها فحتى ممكن تخليها بجيبك فتقدر تسافر بها اذا كان عندك مؤتمرات او كل هاي تفاصيل بشن عيوب هذه المايكات هذه المايكات بصراحة بيها عيوب كثيرة نوعا ما من عيوب هذه المايكات انه هي تطلع لك صوت عالي لكن التفاصيل اللي بالصوت مو جدا قوية ليش لان المايك مسافته بعيدة مثل ما ذكرنا هذا المايك اللي هو النيك مايك ما ينطق تفاصيل قوية لانه هنا والصوت من هنا بينما هذا المايك لا لان قريب عليك ومقابلك ينطق صوت جدا ممتاز هذا المايك صح مقابلك لكن بعيد عليك يعني مسافة بيني وبين الكاميرا مع انه عدسة هي الـ 18 فالـ 18 قريبة يعني تعتبر هاكو ناس تستعمل عدسات الـ 50 مليم اللي هي لازم تكون مسافة بينك وبين الكاميرا بحدود الـ 3 أمتار فالمايك راح يكون ويا الكاميرا بمسافة 3 أمتار يعني مسافة جدا كبيرة راح يطيك صوت عالي لكن ما راح يطيك تفاصيل قوية ويضا شغلة ثانية راح أضيعها بهاي المايكات هي الـ base أو التذخين يعني لما نتكلم ان يكون اكو تذخين بالصوت base الطبقات الـ high-end هذا المايك راح يقدر يطلع لك هاي الطبقات ليش أيضا لأن مسافة بعيدة لأن طبقات الـ high-end ما توصل لمسافات بعيدة هذا النوع من المايكات عفهم راح يقدر يطلع لك هذا الشي لأن راح يصير مسافة بعيدة عنك فهاي من عيوب المايك لكن ميزة ثانية ياكوب هاي المايك أنه أنه نتا ما راح تفطر يكون داخل الفريم يعني هذا المايك مفتر أنه يكون يعني يطالع وياك بالصورة هذا المايك ماكو داعي اقدر اخلي بهالشكل يكون فوق ايه ومطالع يمكن بالصورة ويلتقط الصوت بشكل ممتاز او اقدر اخلي فوق الكاميرا اهيش يعني من ميزاته انه انت ما تضطر انه تطلع وياك بالفيديو انه يطلع يكون مثل هذا المايك لكن هذا افضل انه راح يكون خارج الفريم ويلتقط الصوت لكن قلت لكم بعيوب انه البيز ما موجود به وايضا اللي هي التفاصيل القوية بالصوت ما راح تطلع بهذا المايك لكن يظل مايك جدا ممتاز اذا انت تريد المايك ما يطلع عندك بالفريم فهذا خيار جدا ممتاز واسعار هاي المايكات تتراوح يعني هذا المايك اللي عندي هو بصراحة اني ما اشتريته اجي هدية مع الكاميرا مالتي هذا المايك اعتقد سعره حاليا بحدود ال 50 دولار والجودة دي يطيكي اياها ها يعني جيدة ينطلع بيها مثل ما نقول بالعراقي لكن المايكات الافضل من عندك وايضا مايك من شركة الرود اللي هو الفيديو مايك سعره بحدود 350 دولار يطيك صوت جدا ممتاز من ناحية العلي لكن نفس المشكلة اللي هي البيز والتفاصيل القوية ما موجودة به فايضا المايك يعني بيعيوب وبيمميزات جدا قوية ورابع نوع من المايكات اللي هو الديناميك مايك بصراحة ما قدر توفر هذا النوع من المايكات لان ما اشتريته يعني ما صرته باليوتيوب اشتريت هذا عفوا هذا قلت لكم اجهدية اشتريت البوية اللي هو الديناميك واشتريت هذا المايك فاشتريت تقريبا 4 مايكات عندي واحد ثاني اللي هو الديناميك لكن ما قدر ما افطريت العفوا ان اشتريت دايناميك مايك لان ما رح يفيدني راح اقول لكم لياشى طبعا بداخل الفيديو هذا النوع من المايكات طبعا هذا الشكلة غالبا يستعملوا بالحفلات هذا النوع من المايكات يتميز بشيء يعني هو المفروض مو ميزة لكن به هو ميزة يتميز بان هو يملك حساسية جدا ضعيفة راح تقولي شنو المميز هذا عيب المفروض لا هسه اوضح لك ليش هذي ميزة ذاك النوع من المايكات يستعمل بالاماكن اللي بيها نويز عالية يعني مثل ما ذكرتلكم يستعمل بالحفلات بحكم انه يكون ناس وصوت عالي وشارع او بالبيت يعني اكو صوت جدا عالي نويز عالي يستعمل ذاك المايك ليش لان هذا المايك او ذاك المايك عفوا الدايناميك مايك ما راح يجلب الاصوات اللي هي صافة يعني الدايناميك مايك يلتقط الصوت فقط من الجهة العليا وحساسيته جدا قليلة فداي ما نشوفوا المطربيين لازق المايك بحلقة لان اذا يبعده شوي ما راح يطلع صوت حكم انه هذا النوع من المايكات تكون حساسيته جدا ضعيفه فهذا النوع من المايكات قلتلكم ما فادني لان ماحتاجيته anur mate يعني لازم من اطلع الكم هلزق المايك ايكي هذا شي اكيد ما راح يقدر اسويه فماحتاجيته فلذلك مشتريته لكن الاستعمالاته وايضا باستعمالاته او مكانا صحيح راح يططيك صوت جدا ممتاز جودة الصوت بهذه المايكات هي جيدة إذا استعملت بمكانها الصحيح فرح تطيق صوت جيد لأن أصلا أنت ما عندك خيار ثاني يعني أنت بنص الهوسة بالحفلة ما رح تقدر تستعمل أكيد هذا المايك لأن رح يجلب لك كل صوت الناس اللي يمك أو الجمهور فما رح تقدر تستعمل هذا المايك وأيضا هذا المايك حساسيته عالية نوعا ما ما رح تقدر تستعمل لأن أيضا رح يجيب لك الأصوات اللي هي صوت الجمهور وصوت الناس وحتى النيك مايك ما رح تقدر تستعمله وما عندك خيار ثاني غير الديناميك مايك هو المايك الوحيد اللي رح يفيدك بهذه الوضعية اتمنى طبعا استفاديته من هذا الفيديو اذا استفاديت من عنده وعرفت معلومات جديدة فخلص هذا كان كل شي خصف فيديو اليوم تحياتي